مازينبي مع بعض شوي تعال نشوف كده أجمع من الأرقام مازينبي وزي ما قلت لكم مازينبي مش مازينبي المرعب ده يقلل من أو يسهل من وطش السبت أبدا على إطلاق لكن أنا بقول ندي كل حاجة حجمها ونحطها في إطارها الصحيح خلينا نبدأ طيب خلينا نتكلم على السب لعب مازينبي وده على مستوى بطولة أفريقيا في نسختها الأخيرة الأرقام اللي هتشوفها حضراتكم أو المقارنات اللي هتشوفها حضراتكم على الشاشة دلوقتي أرقام مازينبي مع الفرق اللي بتنافس أو بتشارك فيه نسخة الحالية من دوري أبطال إفريقي على مستوى العرضيات أكتر فريق وده برضو يوضح بشكل كبير جدا مازينبي هو الفريق الأكثر لعبا لكورات العرضية من على الجانبين في البطولة وده رقم مميز جدا وده هنا بيخلينا أن نروح لحتة أن نحن لازم ننبه على النادي الأهلي في التعامل وليس بس من حيث العدد لكن بيكلم من حيث دقة عرضية قوالة العرضيات بالضبط يعني أنت لما تيجي تشوف حتى يحمد أهدافهم سواء أمام سانداونز أو في المباراة الأخرى هتجد أنه هم مميزين جدا في العرضيات العرضيات ما بتتعملش اللي هو يعني زيما بتكلم البلونة أه لا عرضيات مركزة من الجانبين سواء إبراهيم كايتا أو لزول زوا اللي هو الباك ليفت عندهم باك لمين مميز جدا وهو إبراهيم كايتا إبراهيم كايتا العيب مهم جدا والزوا اللي هو الباك ليفت كمان الاتنين دايما عندهم الانطلاقات عندهم كمان الأجنحة بتعمل الموضوع بتشارك معاهم في العرضيات فلا وكمان فيه رقم مميز هنا هو رقم واحد على على مستوى الأندية فلها فإحنا بننبي هنا بس على لعبة النادي الأهلي التعامل مع القرات العرضية فكرة أن في القرات العرضية قوة فعلا مازمبي زي حتى الأحصال جايبنا قوة مازمبي الأكبر يعني هي قرات العرضية النادي الأهلي في آخر ثلاث مباريات دخل فيه خمس أهداف كرات العرضية اثنين في البنك الأهلي واثنين في امبي وواحد امبرح في موضوع الزماني فدي مهمة جدا أن الكولر يعني أكيد هيزاكد في النادي مازمبي ويربط الأحداث ونقط القوة ويعالج النقطة دي إن شاء الله يعني